اهلا بكم الى موجز اخبار الان قتل الجيش العراقي خمسة وعشرين مسلحا من داعش في الساعات الاولى من انطلاق عمليات تحرير قضاء الحويجة بمحافظة كاركوك وقال متحدث عسكري عراقي ان قطعات رد السريع عبرت نهر العباسية وتتمركز حاليا في اطراف المدينة متوقعا ان يتم تحرير مساحات واسعة من ناحية العباسي خلال الساعات المقبلة مع انهيار الخطوط الاولى لتنظيم داعش في سوريا حررت قوات سوريا الديمقراطية مجددا قرية الرقة السمراء شرق مدينة الرقة صباح اليوم بعد اقتحام مقاتلي تنظيم داعش لها منذ يومين وبسطت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على كامل القرية الاستراتيجية الواقعة على المدخل الشرقي لمدينة الرقة وتمكنت من قتل عدد كبير من مقاتلي التنظيم الذين كانوا داخل القرية ووقع عدد من المقاتلين في تنظيم داعش اسرى بيد القوات سوريا الديمقراطية احراز قتل ثلاثة مدنيين وجرح ستة اخرون بقصف جوي يرجح انه روسي استهدف ثلاث بلدات في ريف حلب الغربي شمال سوريا وبحسب ناشطين فقد تسبب القصف الجزئي على المنطقة بخروج مستشفى ثورة الكرامة عن الخدمة اما في ريف ادلب الجنوبي فقد قتل اربعة مدنيين واصيب اخرون بجروح جراء غارات جوية اثر استهداف المقاتلات الروسية بالقنابل العنقودية لبلدة التمانعة قال ممثل بارز للدعاء في ليبيا ان متشددي داعش كونوا جيشا في الصحراء يتألف من ثلاث كتائب على الاقل بعد ان فقدوا السيطرة على معقلهم في سرط العام الماضي وبحسب المسؤول فان القوة الجديدة لداعش اسسها المتشدد الليبي المهدي سالم دونجو الملقب بابو بركات ويقود الكتائب الثلاثة مع ثلاث قادة اخرين لكل كتيبة احرز الجيش اليمني مسنودا بقوات التحالف العربي تقدما في جنوب وادي بن عبدالله شمال غربي مدينة حرض اليمنية ما اسفر عن مصرع وجرح اعداد كبيرة من افراد الميليشيات الانقلابية من جانب اخر احبطت وحدات الجيش اليمني بمحافظة الجوف احبطت هجوما مباغتا شنته الميليشيا الانقلابية مستهدفة مواقع تقع تحت سيطرة الجيش بمديرية خب والشعف شمالي المحافظة استهدف تفجير انتحاري مسجدا شيعيا وسط كابل عند خروج المصلين من صلاة الجمعة عشية احياء ذكرى عشرة بحسب ما اعلنه قائد شرطة العاصمة وقال ضابط افغاني ان انتحاريا راجلا ادعوا انه يرعى الماشية فجر عبوته الناسفة امام حسينية الى اللقاء نشكركم على متابعة قناة التلفزيون الان على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب ان اعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك اشتركوا في القناة